إذا كنت تعاني من مشكلة في الغدة الدرقية، خاصة قصور أو ضعف الغدة، فعليك تجنب هذه الأطعمة. دعنا نتحدث عن أفضل الأطعمة التي يجب تجنبها إذا كنت تعاني من حالة قصور الغدة الدرقية. جويتروجنز أو محدثات الدرق هي الأشياء التي تسبب تضخم الغدة الدرقية. تضخم الغدة الدرقية هو تضخم في الغدة الدرقية. تتداخل الأطعمة المسببة للجوزان مع بعض الإنزيمات والهرمونات ويمكن أن تؤدي إلى الإصابة بتضخم الغدة الدرقية. الأطعمة التي يجب تجنبها في حالة قصور الغدة الدرقية. 1. الكسافة 2. حبوب ليما 3. سورجم 4. البطاطا الحلوة 5. بذور الكتاني 6. الخضروات الكنبية 7. الدخن 8. منتجات الصوية 9. البصل 10. الغلوتيني إذا كان لديك خضروات كرنبية بكميات صغيرة جداً أقل من خمس أونسات فلا ينبغي أن تكون مشكلة. 10. كما أن طهي الخضروات الكرنبية أو تبخيرها أو تخميرها يقلل أيضاً من تأثيرها في تكوين النتروجين. قد يساعد أيضاً وجود عشب البحر. قد ترغب أيضاً في تجنب أي شيء يستنفذ السيلينيوم واليود والحديد وفيتامين ألف. مصادر جيدة للسيلينيوم واليود. مأكلات بحرية. عشب البحر. ملح البحر. مصادر الحديد الجيدة. لحم أحمر. منتجات حيوانيه. مصادر جيدة لفيتامين ألف. صفار البيض. سمنة. زيت كبيض سمك القدي. لحم كباد البقري. شكراً للمشاهدة. شكراً للمشاهدة.